طيب نتكلم على منتخب بلجيكي أولاً طبعاً نتكلم على منتخب بلجيكي تفضل منتخب البلجيكي قبل ما نتكلم هم بيشتغلوا إزاي منتخب البلجيكي بيشتغل من كاس العالم 2018 حتى هذه اللحظة مع نفس الموديل الفني بنفس الطريقة بيعتمدوا على الثلاثي في الخط الخلفي ثلاثة، خمسة، اتنين أحياناً وثلاثة، اربعة، ثلاثة لكن الثابت في الأمر إن هم بيشتغلوا بتلاتة في الخط الخلفي لكن دي واحدة من ضمن العلامات اللي أنا أشور لك عليها وأقول لك عشان كده منتخب بلجيكي تأثر شوية معدلات الأعمار في منتخب بلجيكي شوية عملت مشاكل في الخط الخلفي تحدي نحن كان دين دوكر هو أصغرهم 28 سنة لكن لما تيجي تكلمني على ألدرفيلد وفيرتونخن الاثنين رجعوا لي الدولي البلجيكي سواء ألدرفيلد وريال أنتويرب أو فيرتونخن رجع لي أندر لخت 33 سنة داخل في الأربعة وثلاثين وخمسة وثلاثين سنوي ليفرتونخي معدلات الأعمار في الخط الخلفي فيها مشكلة بالنسبة للمنتخب البلجيكي لكن المنتخب البلجيكي لازال بيعتمد على نفس السياسة اللي اعتمد عليها في كاس العالم 2018 وخليني أذيدك من الشعر بيتا أنه نفس القوام تقريبا نفس القوام تقريبا لها في 2018 ودي ميزة كبيرة جدا لكنها عيب للخصوب بالنسبة لبلجيكي أنها يبقى سهل لدراستهم وسهل إراءة الشكل اللي يلعب في روبرتو مرتينيز خلينا نجيب الحالة أنا عايز أوقف في الصورة وأنا بشرح على الطريقة بتاعة المنتخب البلجيكي وطريقة بناء اللاعب بتاعة المنتخب البلجيكي اللي هي سبتة كريم وده الليد ده تمرس عند لعب المنتخب البلجيكي حتى زي ما بقولك ما هردفع معدلات الأعمار في الخط الدفاع بالنسبة لي منتخب البلجيكي لأنه لازالوا محتفظين بالصلابة والشكل الخططي اللي بيعتمد روبرتو مرتينيز ليه؟ لأنه من 2016 لحد النهاردة أكتر من 6 سنوات بما فيهم اليورو بما فيهم كسل عالم 2018 ولازال المنتخب البلجيكي بيقف في الوقفة اللي أنا جايبها لك دي يا كريم أنه هم بيعتمدوا على الثلاث لا مش الصورة دي ارجع لي تاني ارجع لي في صورة تانية فيها الخماسي وقفين أول صورة حطناها خالص للمنتخب البلجيكي بس كده تمام مصبوط ده الخماسي يا كريم شايف تلات لعبين في الخط الخلفي اتنين وينج باكس فتحين التلاتة اللي موجودين في الخط الخلفي دول تلاتة سابتين يمكن دخل عليهم ديند ووكر هو اللي أحيانا بيتغير لكن ألدرفيل ديفرتونخن الاتنين موجودين من 2016 مع روبرتو مرتينيز ما بيتغيروش عشان كده بقولك ده واحدة من النقاط اللي ممكن يشتغل على المنتخبات المنافسة لبلجيكا في المجموعة بيعتمدوا على الخماسي اللي موجود في الخط الخلفي والخط الهجوم الناري دايما منتخب بلجيكا الناس كلها بتتكلم وبتركز قوي على خط هجوم منتخب بلجيكا خط هجوم منتخب بلجيكا دايما في زحمة النتيجة تتكلم على إيدن هزار آه مش فحلته آه ما مرش بتجربة نكحة قوي مع ريا المدري لكن معا كمان دي برايني معا لوكاكو معا ميرتنز معا ميكي باتشواي كاحتياطي لي لوكاكو منتخب البلجيكا منتخب قوي جدا على صعيد الخط الهجومي كمان خط الوصف بيعتمدوا على آه على آكسل ويوري تيلمينز اتنين مميزين قوي في عمق الملعب تجميع اللعبة كريم هنا الشكل دايما ممكن الصور اللي بتطعيرت دلوقتي ده تجميع اللعبة ازاي هما بيلعبوا في ثلاثة في الخط الخلفي وزاي بيرتن مارتنيز بيبني لعبه كله على الكي بلاير الأساسي بتاعه طبعا كيفين دي برايني افضل صنع اللعبة في العالم هو الشكل مهما تكتلت الفرق قدامهم ومهما هم اللعبوا بتلاثة في الخط الخلف لان يبدو احيانا للناس ان تلاثة في الخط الخلف هي خطة دفاعية في المقام الاول لكن المنتخب البلجيكي بيعتمد على الحركية الكتير قوي بتاعت كيفين دي برايني تحديدا ومعا ايدينا هزار لو ايدينا هزار في حالته مع كيفين دي برايني مشكلة كبيرة جدا في وجود مهاجم ايدينا هزار مع بلجيكا بيبقى في حالته هو ايدينا هزار اللعب مع بلجيكا كيفين دي برايني في حينه لكن دلوقتي يكون عندي حلين مهمين جدا في الملعب وعندي كمان البداية اللي بتاعتهم موجودين على البنش سواء ميكي باتشواي ميرتنز عناصر كتير جدا عندهم اتنين مهمين جدا للكي بلايرز وصناعة اللعب في المنتخب لجيكي بوس الاتنين وسبت لسطورة دي شوية الاتنين اللي فتحين الملعب تماما دول مفتحين اللعب الأساسيين في ظل الزحمة اللي بتعملها الفرق قدام منتخب بلجيكا خاصة لو يلعبوا فريق مستوى توماس مونيه ناحية اليمين ويانيك كراسكو ناحية الشمال اتنين اللعب مفتحين مهمين جدا جدا في كل الموارات لانهم بقدروا يعملوا الستريتشنج اللي بيطلوب روبرتو مارتنيز مهما كانت الفرق قدامه متكتلة خاصة لما يكون لوكاكو ايدن هزار وكيفين دي برايني التلاتة في حالتهم المنتخب بلجيكا كريم بيستهدف البطولة دي انه يمحي شوية الخسارتين اللي كانوا زهابا ايابا في دورة الامة الاوروبية امام هولندا سواء فيه وده الشكل نرجع تاني نرجع تاني ليه الشكل بصة كريم في اي لقطة في اي كدر هناخده هتلاقي انه الاتنين فاتحين الملعب تماما توماس مونيه ويانيك كراسكو والثلاثي بتوع الخط الخلفي وقفين بالشكل ده بنفس الشكل لعيب واقف ارتكاث كأنه ليبرو واثنين فاتحين الملعب تماما عشان يعملوا كافرينج يدي الحرية تماما لينيك كراسكو اللي هو في الاساس جناح بيلعب في الجناح الايسر لكنه بيلعب هنا وينج باك ناحية الشمال عشان يقدر يطلع برحته ويبقى فيه تغطية وراه تحديدا من فرتونخين هو اللي بيعمل التغطية وراه ودهيند ووكر بيعمل تغطية لانه لعب احيانا لما كان في وليفر هامتن قبل ما يروح على الصنفل اللي كان بيلعب في البكرايت فيقدر كمان يعمل التغطية ناحية تانية وراه توماس مونيا فده ده الشكل العام عشان نلحق نتكلم على باقي فرق المجموعة ده الشكل العام اللي بيلعب به وتجميع اللعب على الاطراف دايما لفتح الملعب والستراتشنج لزيادة المساحات وبعدين الفنتريشن بقى طبعا في وجود برايني ادن هزار تحديدا وكمان يوري تيلمنز لما بيعمل للزيادة طبعا هو ده اللي بيعمل الستراتشنج اللي بيطلبه دايما الروبيرتو مارتونيس السؤال يلخص ده بلجيكا تقدر دلوقتي البطولة اللي فاتت وفي اليورو كانت بلجيكا مرشحة للفوز بكاس العالم وباليورو هل بلجيكا الآن مرشحة للفوز بكاس العالم؟ بالعكس بلجيكا كانت في أوجع عطاها في كاس العالم الماضية وفي أوجع عطاهم في اليورو وكان عندهم الأوراق والعناصر اللي موجودة أنا قلت لك كلمة في بداية كلامي على منتخب بلجيكا يا كريم قلت لك محتفظين بنفس العناصر ديميزا لكن الاحتفاظ بنفس العناصر لمدة ست سنوات بيديك ارتفاع في معدلات الأعمار خاصة في الخط الخالف أنا اتكلمت على ألدرفيلد وفريتونخين ومستوى التنفسية اللي نزل شوية لأنهما رجعوا تاني للدور بلجيكا سواء رويل أندورب أو أندرلخت فده شوية مؤثر عليهم لكن فيه لعيب كمان عايز أتكلم عليه لعيب آه هو في زحمة في الخط الأمامي زي ما قلنا ميرتنزو لوكاكو وهو باتشواي وهازر وديبروين زحمة كبيرة جدا لكن اللعيب أنا شايف أنه وارقة مهمة جدا من على البنش آه مش يلعب أساسي تشارلس ديو كاتير لعيب بيلعب في إيرسي ميلن 21 سنة مواريد 2001 لعيب بيلعب في الجناح وبيلعب في مركز صناعة لعب وشادو سترايكر لعيب مهمة جدا جدا واحد من ضمن المواهب الصعدة جدا جدا فيفا شاورو عليه إنه واحد من ضمن اللعيبة والعيد تاني من المجموعة التانية لما نجري نتكلم عليها يتلعب مواهب مهمة جدا فالمنتخب البلجيكي طبعا منتخب هينافس طبعا منتخب هيوصل بعيد لكن أظن أنه صعب ينافسه على كاس العالم في ظل بعض العيوب اللي موجودة في العناصر الموجودة